مجموعة الأفكار والاهتمامات والمعايير دي مرتبطة بأهداف المكترم يعني بتحقق أو بتحقق الصالح العام للمكترم مجموعة الأفكار والاهتمامات دي مرغوب بها مرغوب بها يعني إيه؟ يعني صالحة زي ما قلنا في الأول من هي شيء حسن وبرضو مكتسبة نكتسبها الشخص نكتسبها إزاي بقى؟ أو نكتسب القيم منين؟ القيم نكتسبها عن طريق الشراعة من الدين يعني القيم نكتسبها من الدين من الشراعة من الشرعة يعني الدين الإسلامي على سبيل المثال مثلا آيات كتير أو تكلمتها يعني مثلا فأقم واجهك للدين قيمة دي آية بتوضح يعني إيه قيمة؟ يعني معتدلة مستقيمة يعني تتكلم عن إيه؟ عن أنك تمارس الدين بطريقة معتدلة أو تمارس الأخلاق بطريقة معتدلة أو تمارس الخبرات أو الأفكار أو الاهتمامات اللي احنا تكلمنا عليها ديه بطريقة معتدلة